بكثير من الألم والأسى نتابع ما يقع في البقاع المقدسة بفلسطين قلوبنا تعتصر دما والحزن يكاد يكتم أنفاسنا هذه الأحداث المؤلمة المروعة التي تقع في هذه الأرض المقدسة التي امتدحها الله تعالى في كتابه العزيز فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع المصير أرض مقدسة أرض وطأ فيها الأنبياء والمرسلون أرض صلى فيها النبي المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين بكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام أرض السلام تفتقد للسلام هذه الأرض الطيبة قال فيها ربنا سبحانه وتعالى آيات بينات في الذكر الحكيم هذه الأرض الطيبة قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الأقصى كان هو أول قبل للمسلمين وكان الناس يصلون حول البيت المقدس إلى أن جاء قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى أن جاء الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرام صلى المسلمون الأوائل بالأقصى وصلى فيه الأنبياء والمرسلون أرض السلام وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والصلاة فيه تعدل خمسمائة صلى والمسجد النبوي تعدل فيه الصلاة ألف صلى والمسجد الحرام تعدل فيه مائة ألف صلى هذا السراع القائم الآن في أرض الأقصى مؤلم للغاية ومؤسف للغاية ونحن نرى الأرواح البريئة نرى الأطفال ورى النساء ونرى المستضعفين من المواطنين المجردين من السلاح يموتون مثل الذباب في كل مكان والعالم كله يرى ويسمع أين هي القيم الكونية أين هي قيم حب السلام أين هي قيم نصرة المستضعفين أين هي قيم التدخل من أجل إقرار السلام والأمن والأمان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله لم ننم ولم نطعم ننعم بالطعام والله لم ندق طعم النوم ولم نستشعر لقمة العيش ونحن نرى إخواننا في الدين والعقيدة وفي العروبة يقتلون ويدبحون أمام أنظار العالم يكفي ما يقع يكفي ما يقع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بحماية الحياة ربنا عز وجل أول من خاطب هو بني إسرائيل وقال جل جلاله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حرب قاتلة مدمرة أتت على الأخضر واليابس حرب حصلت أرواح الأبرياء والعالم كله ينظر ويسمع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لطفك يا رب رحمتك يا رب اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا قوي يا قهار يا رحمن يا لطيف بعباده المؤمنين اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم كلهم وليا ونصير يا حنان يا منان يا عظيم الشان أيها الأحباب الكرام لنقرأ جميعا سورة الفيل التي قال فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول هذه الصورة العظيمة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت المعركة غير متوازنة المعركة بين جيش إبره الأشرم وبين المستضعفين من أهل مكة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنذاك ضعيفا مستضعفا يواجه مشركي قريش وخشي أن يهلك فقال له ربنا عز وجل يا محمد ثق بقدرة الله تمسك بالعروة الوثقة ولا تخشى ولا تخف يا محمد ألا تذكر ما دفعنا بأصحاب الفيل بإبره الأشرم الذي جاء بستين ألف جندي مدرب ومعه فيلة ويتقدمهم فيل ضخم مدرب على التدمير والتخريب جاء ليهدم الكعبة المشرفة فربك عز وجل بماذا واجههم واجههم بطير أبابيل خففيش صغيرة تحمل في منقارها وفي أرجلها حبات مثل العدس وكان الصراع بين الفيلة وهذه الطيور الصغيرة وكان النصر حليف أهل الإيمان واليقين يا محمد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول قال أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفقه أنه إذا كنت في معركة غير متوازنة استنجد بالله تعالى وتوسل إليه بصورة الفيل وربك عز وجل يتدخل برحمته وقدرته وألطافه لينصر الفئات المستضعفة لينصر المؤمنين الصادقين لينصر أهله وخاصته من أهل العباد العبادة والطاعة والإيمان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كلهم وليا ونصير اللهم يا رب إن جنودك عظيمة جنود الأرض والسماء سخرها يا رب في هذه المعركة الغير المتكافئة التي ضح ضحيتها راح ضحيتها الأطفال وراح ضحيتها النساء وراح ضحيتها العجزة والمرضى ما دنبهم ما دنبهم اللهم رحمتك يا رب العالمين اللهم انصر عبادك اللهم احقن الدماء واضف هذا الغضب اللهم انصر السلم والسلام والأمن والأمان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين